المشاهدين الكرام في كل مكان المساء الخير وأهلا بحضراتكم لقاءنا بيتجدد معكم يوميا هنا ماسبيرو هنا ماسبيرو الحقيقة في الجزء التاني من لقاء اليوم هيكون مع الزميلة العزيزة شرين الشايب وحيكون ضفة الكاتب الصحفي الأستاذ سامح عبدالله مدير تحليل الأهرام حيتكلمه ويتناوله بالمنقشة والتحليل أهم الأحداث العالمية والداخلية المحلية أما الحقيقة في الجزء الأول من لقاء اليوم بشرف أكون مع حضراتكم ومعايا ضيف عزيز جدا هنستفيد من خبرته الحقيقة الوسعة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا ويمكن ملتبس على كثير من جموع الشعب المصري مش فاهمينه بالتفصيل مش عارفين جدوى ممكن يكون إيه لما بنتكلم ونتذكر أنه من شهور قليلة كان أقيم مؤتمر في مصر يتكلم عن الشمول المالي والسيد الرئيس أشاد بهذا الشمول المالي وقال أنه لابد أن نطبقه قريبا في مصر عشان نلحق برقب الحضارة مع الدول المتقدمة اللي بقى بيننا وبينها تعاملات كثيرة ناس كلها سألت يعني إيه الشمول المالي هل هو مجرد أننا يعني بدفع وبعمل كل حاجة وبأبط بالكارت الاقتماني بس وأننا بيتقلل قيمة القمية الفلوس اللي في إيدي زي لما بنسافر وكله بيبقى في البنوك طب البنوك بتستفيد إيه؟ الدولة كاقتصاد حتستفيد إيه؟ والمواطن نفسه حيستفيد إيه؟ جي بعد كده في مفاهيم أخرى كمان وضيفت على الشمول المالي أو نقدر نقول أنها مرتبطة به وهو التحول الملح والضروري النهاردة لنظام التحول الرقمي في مصر تحول الرقمي في مصر نقدر نقول أنه من أكبر المشاريع الكبيرة اللي مصر بتعمل عليها الآن ده ما يطبق في كل دول العالم المتطور والمتقدم اللي بالفعل برضو بتربطنا بيهم علاقات اقتصادية وسياسية قوية ولازم نبقى جزء من العالم لكن التحول الرقمي بمعنى أنه نبقى بنشتغل عليه أن كل شيء حيبقى بالرقم حتى عرض السلعة حتى عرض الخدمة حتى تلقي الخدمة زي ما بيقال أنه عملية مش سهلة أنها حتاخد وقت حتاخد تدريب لأنها لها يعني ممكن تتقسم لأربع نواحي وطبعا حنستزيد من ضفنا أنه لابد نحن نعمل تطور على المستوى القدرات الإنسانية حنعمل تطوير كتكنيك لكل ما نتعامل معاه من معدات حيبقى بعد كده لازم فيه تغيير في اللوايح والقوانين بما يتناسب معها كمان وفي النهاية حيكون كيفية عرض المنتج أو الخدمة بالأسلوب الجديد الجذاب اللي يخلي المواطن يقبل عليها ويتعامل معها كل ده حيفيد اقتصادنا برضو في ايه أهم حاجة أنه حيساعد كمان في التصدي للفساد الإداري لأنك بتباعد ما بين مطلقي الخدمة ومقدم الخدمة مش هطاول على حضراتكم كتير الموضوع متشعب جدا وبدأ تطبيقه بالفعل في محافظة بورسعيد كأحدى المحافظات النموذجية في مصر أنا بيسعيدني وشرفني يكون معايا اليوم دكتور عبد الوهاب جنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقبي مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أهلا بحضر أهلا بحضر أهلا بك يعني أتمنى أني مكنش رخبط على حسب فهم البسيط للموضوعات قلت مقدمة جميلة أنه أنا حبيت أني يعني أدمج ما بين أو أربط ما بين الشمول المالي وما بين التحول الرقمي باعتبار أنهم يعني واجهي التطور والتقدم الحقيقي اللي لازم نلحق بيه بقى الحقيقة يعني لو كلمت حضرتك في البداية وقلت لك يعني يعني إيه التحول الرقمي؟ التحول الرقمي أولا مش موضة جديدة يعني إحنا كنا يمكن من 20 سنة كنا دخلين في موضة زيها كده كنا بنقول أتمتت النظم كان بمعنى إيه كل حاجة في الحكومة كانت على ورق كنا لازم نخزنها على الكمبيوتر عشان تتخزن رقميا ويسهل تبادلها من أي جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى بس كان الناتج بتاعها مش باين للمواطن دي أول نقطة النقطة التانية ما كانش يعني حكس على الناتج المحلي الإجمالي للدولة على مظاهر الدولة لكن التحول الرقمي النهاردة بمفهومه الحالي بدأ في العالم من 3-4 سنين يعني سنوات قليلة لكن هو تعريفه إيه ببساطة يعني التحول الرقمي لدولة معناها جميع مؤسسات هذه الدولة لازم تحول جميع النظم الداخلية بتاعتها والخدمات اللي بتقدمها للمواطنين على شكل النظم معلوماتية فيها نوع من الإبداع فيها نوع من الابتكار تقدم للمواطن عبر خدمات 24 ساعة في اليوم ما تقولش الجياء الحكومي دي فتحة 8 ساعات طالما بقت على الكمبيوتر متاحها 24 ساعة في اليوم تقدم بكفاءة وفعالية يعني تقدم بأقل مجهود وبسرعة وبيسر وتقدم للمواطن بطرق مختلفة تناسب المواطن عن طريق الموبايل ياخد الخدمة ممكن عن طريق الكمبيوتر شخصي في البيت ممكن عن طريق لابتوب محمول ممكن عن طريق في أي كشك في الشوارع المصرية في حاجة اسمها بي او اس بوينت اوف سيل نقطة صغيرة كده أقدر أدفع منها الفواتير واخد الخدمة أحط في المولات التجارية مكان كبير اسم كايسك أو كشك إلكتروني عليه كل خدمات الحكومة والعيلة بتتسوق تدفع كل خدماتك وتاخد كل خدماتك رائع حضرتك عشان يدي خلفية سريعة للمشاهد كنت عايش معظم حياتك في إنجلترا ومؤخرا نزلت الإمارات وكان استدعائي لخبرتك عشان تدخلهم هذه النظم في الإمارات الحمد لله ساهمنا الحمد لله ساهمت فيها بفعالية كبيرة حقيقة طيب لما هنيجي هنا ما عليش أن أحوقف حضرتك لي لأن أنا مكتوب قدامي هنا أن الحكومة المصرية انطلقت وأطلقت 25 خدمة حكومية إلكترونية الأعلى إقبالا من المواطنين منها التأمين الصحي والتموين والعدل وخدمات وزارة الداخلية بداية من شهر يوليو اللي هو شهر سبعة اللي فات تبدأ بثمان خدمات من محافظة بورسعيد بدأت بمحافظة بورسعيد طبعا لمحدوديتها وسهولة تطبيق النظام فيها التمال خدمات اللي بدأتوا بهم هم إيه؟ أولا بس أنا هقول لها حاجة يعني قبل مقول التماني الحكومة في الدول العالم كلها بيبقى عندها عدة آلاف من الخدمات لما أنت بتيجي تعمل استراتيجية للتحول لركم غير التعريف اللي احنا قلنا ده لازم تحط استراتيجية طويلة الأعمال استراتيجية دي مش هتتطبق في سنة ثلاث سنين خمس سنين على الأقل ليه؟ أنت عشان تعمل تحول رقم الدولة عايز حاجات كتيرة جدا نعددهم عايز بنية تحتها قوي بنية تحتها معناها إيه؟ عايز الكابلات في مصر كلها الناقلة للبيانات والصوت معظمها كابلات نحاسية أنت عايز فايبر آه لازم تتنقل كلها الألياف ضوئية تبقى سريعة دي نقطة ولازم تغطي مصر من الشمال للجنوب من الشرق للغرب آه وتربط جميع الجهات الحكومية دي أول نقطة النقطة الثانية عايز مراكز معلومات قوية يعني مركز معلومات للحكومة المصرية لما تيجي تعمل ديتا سنتر للحكومة المصرية بتتكلم على تلتمائة ربعمائة مليون ده غير مركز معلومات مجلس الوزراء؟ لا 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 ده حاجة تأجيل تبتعمل مركز معلومات ياخد جميع بيانات المواطنين بجميع الخدمات المقدمة للحكومة عبر سنين يعني حضرتك بدأت بالتطور التقني طب احنا جايين لسه تفضل لما تيجي تعمل مركز معلومات ضخمة ده ويشتغل 24 ساعة تمام ما تقولش مثلا ده تكلف نص مليار لازم تعمل واحد تماء كمان احتياطي موجود في مكان ما سري محدش يعرفه عشان ده شغال وده شغال بنوع ليه باكب احتياطي عشان الخدمة وانت شغال على ده شغال على ده لو ده وقف فجأة ده يشتغل ده يحصل باكب في بعض الجهات بتعمل ثلاثة واربعة عشان كده بيبقى الخدمة ده اسمها نون ستوب سيستم ودي ما بتقفلش خارج 24 ساعة ما فيش جمعة وسبت ما فيش ما فيش دي نقطة طيب انت النهاردة عملت بنية تحتية قوية وجبت مراكز المعلومات وصرفت مليارات طيب التطوير بقى لا احنا لسا ماكملناش لسا في تطوير تقليتاني مبروض لسا ما خلصناش احنا لوقتي انت لوقتي اسست بس اسست الشبكة انت عايز تعمل ايه بقى وربطتهم ببعض خلاص انت عندك بقى الكام الف خدمة بتوع الحكومة خدمات المرور كتيرة خدمات وزارة العدل كتيرة خدمات المحليات الترخيص وغيرها كتيرة خدمات التعليمية مدارس وهكذا الخدمات دي الاول بتيجي في اي دولة يمكن تدخل الكام الف خدمة بتنتقي منهم الاشهر اللي يمس شريحة كبيرة من المواطنين والملح والملح احنا بنختار ايه يعني انا من وجهة نظري دايما اهم حاجة ايه مثلا لتهم الغالبية العظمى من المواطنين في مصر ترخيص المرور سواء سيارة او رخصة قيادة بعض الحاجات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بعض الحاجات الخاصة بالتموين لان التموين عملت بطاقة الدعم عملوها بعض الحاجات الخاصة بالنيابات والعدل زي التوصيق وغيره توكيلات والتوكيلات والتوصيقات كلها هي دي الحاجات الملح والآي دي طبعا البطاقة الشخصية لا البطاقة الشخصية ده الاساس ده الاساس اذا انت النهاردة عشان تنقق العشر خدمات او الخمسة وعشرين خدمة في خدمات رئيسية وفي خدمات فرعية تمام يعني انا ما تيجي تقول خدمة رئيسية مثلا خدمات وزارة الصحة لكن هي من جواها تتفرع انت بتيجي تقول خدمة مثلا توصيق بيجي لك مثلا توصيق جديد الغاء شطب مش عارفيت وهكذا كل خدمة رئيسية فيها خدمات بحط بقى المدخلات دي كلها على الشبكة دي اول نقطة انا بقى النهاردة بقى عندي شبكة تمام بتيجي تعمل مجموعة برمجيات لكل حاجة من دول يعني مجموعة خدمات المرور بيبقى لها تطبيقات application software خاص بالمرور للدخلية مثلا في الدفاع المدني خاص بيها للوزارة العدل خاص بيها انا دخلت ده كله عشان وقتنا بفعله خلص دخلت ده كله على الشبكة وفعلته باعدل في تبقى عندك طبعا يتبقى عندك في بقى مين هيشتغل على ده هلأ هيجب بقى عملية تطوير الكدرات البشرية طبعا بناء الكدرات والمورد البشرية ومقدم الخدمة ده أساسا وحتى مطلق الخدمة لازم ياخد نوع من التوعية وعشان كده العالم كله بيقولك أهم نجاح التحول الإلكتروني في العالم الأورنس الثقافة للمقدم الخدمة ومطلقي الخدمة إذا دول فشلوا يبقى التكنولوجيا كلها ما عملتش حاجة يبقى من المسؤول عن تدريب مقدم الخدمة بالنسبة لي مصر وزارة التخطيط مع المعهد القومي الإدارة ومعهد القومي للتخطيط عاملين حملة تدريب قوية وتوعية قوية في المحافظات تساؤل آخر أنا أحاول أن أخذ من حالتك كل نقدر نعرفه من معلومات تكلم الوقت عن التطوير التقني عن تطوير القدرات البشرية عشان تواكب ده وتقدر تعيش تحت المزلة دي هنأخذ الحاجة التالتة زي ما توصف التحول الرقمي عالميا وهي حزمة التشريعات والقوانين اللي لابد أنها تعدل لتقابل هذه الخدمات وتبقى مواجهة ما يبقى شي تضارب طبعا يعني ما يبقى شي الشيء وضده إحنا تأخرنا كتيرا في القوانين يعني أنا شرفت أن من أكثر من 20 سنة واضع قوانين حماية المعلومات من القرصانة في دول كتيرة إحنا طلع القانون عندنا السنة اللي فاتت بس مع أنه معروض في مجلس النواب بقاله 20 سنة طيب إحنا ينقصنا على موصول نظر على موصول نظر عندنا محتاج أنت النهاردة قوانين للتجارة الإلكترونية أنت النهاردة مصر نسبة كبيرة جدا من الشباب بيشتري عبر الإنترنت وفي ناس بتشتغل على فكرة كمال معلوماتها لها أهمية في ناس بتتاجر وبتشتغل وبتقدم خدمتها عن طريق الإنترنت إحنا النهاردة المشكلة عندنا أنه ما عندناش قوانين تحمي المستهلك أو البائع في مصر بطريقة إلكترونية ما عندناش قوانين التوقيع الإلكتروني ما عندناش قوانين تبادل وشفافية المعلومات وأمن وسرية البيانات الشخصية لأن النهاردة البيانات الشخصية بقت على السوشيال ميديا متاحة طب النهاردة اللي بيسرقها اللي بيأخذ بيانات دي ويوعيد استخدامها أنا شايف أن إحنا محتاجين مش بس إصدار قوانين وتعديل القوانين أنت بتزر القانون النهاردة مش هتقعد عليه زي زمان 20 سنة ده أنت لازم السنة الجاي تضيف له بنود السنة اللي بعدها تضيف له بنود لأن التكنولوجيا بتتغير التكنولوجيا زمان كانت بندخل باسورد كلمة سر النهاردة كلها بتستعمل الخواص الحيوية للإنسان البيوماتريكس بصمة الصوت بصمة العين بصمة اليد ملامح الوجه النهاردة متداخل أي مطار في الدول المتقدمة ما بيقولكش ديني باسبور ما بيختمش كمانا ما بيختمش كمانا خلاص بيشوف بصمة العين عارف أن أنت مين وبصمة العين ومش بس عشان لو أخدها عارف أنت مين وعنده بلاك لست من الممنوعين من الدخول أو المطلوبين بيتم رصده على طول رصده على طول حضرتك الموبايل اللي في جيبنا فيه بصمة صوت و بصمة عين مرسود ممكن بتشغلوا بصمة صوت و بصمة عين طبعا أكيد ده مهم دي نقطة التالتة يعني إذن دي هتكون مسؤولية من التعديل التشيري طبعا التعديل هو النهاردة الحقيقة يعني أنا عايز أقول من أسباب إن شاء الله نجاح التحول للرقم في مصر دعم القيادة السياسية وفخامة الرئيس طبعا لأنه إحنا جربنا في دول كتيرة لو ما فيش دعم من القيادة العليا الموضوع بيتوه ما بين الوزارات وما بيتنفس وما بيتنفس طب الحوكمة نشحها في الطريق برضو عشان الناس بتسمحها كتير وسيادة الرئيس قالها كتير الحقيقة أو بينادي بكل هذه التطورات الحوكمة عالميا لها أربع مفاهيم رئيسية أول حاجة فيهم المسئولية لما شخص مسئول على رأس سلطة بشكل أو بآخر على أي لفل إداري عنده مسئولية لكن في الجزء بتاع الحوكمة عنده مساءلة أن أديتك مسئولية تتحمل مسئولية الجهة دي يبقى عندي استعداد أسألك لو أخطأت النقطة التانية المساواة في تقديم الخدمة ثم القضاء إحنا نقول عليه الشفافية في التعامل أو القضاء على الفساد القضاء على الفساد طبعا من أهم ما بيتميز به النظام الرقمي أنه بيساهم بفعالية شديدة في القضاء على الفساد طبعا أنت بتبعد تماما بين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة أيها بس إحنا بقى أستاذ عمر أنت هنا عايز التكنولوجيا عالية جدا طبعا لما أدخلك أربطها بالشمول المالي أنت النهاردة وصلت أنك مواطن قاعد في البيت عن طريق الموبايل عايز تدفع يبقى لازم يكون عندك بوابات دفع إلكترونية قوية جدا طبعا ليه عشان أنا هدفع الخدمة سواء طب النهاردة في مصر المواطن المصري برضو متعود على ده في حاجات معينة يعني نهاردة حضرتك أنت بتملى أبليكيشن الفيزا عشان تاخد فيزا لأي بلاد في العالم تشينجين أو غيرها بتملأ الأبليكيشن عالكمبيوتر عالكمبيوتر وبتدفع بالفيزا عالكمبيوتر صح يعني أنت لو عملت ده الخدمات اللي دخل مصر مش هيبقى صعبة على المواطن هي مش صعبة بس إحنا عندنا التحديات اللي بتقابلنا إيه إحنا عندنا فجوة رقمية كبيرة جدا بين المواطن في أوروبا ومواطن في مصر عندك أكتر من 80-90% مازالوا الكمبيوتر بالنسبة لهم عالم مجهول حتى لو بيدخل على السوشيال ميديا بيتبص على حبة حاجات لكن مش متعمق أن يعبي نموذك بشكل مظبوط دي نقطة النقطة التانية أنت عندك أكتر من 80% ما عندهمش حسابات بنكية طب أنت النهاردة عايز تربط شمول مالي للمواطنين كله طب عايزة تعديل قوانين في البنك يعني تقدر تفتح حساب لأي واحد من غير ما تقوله رسيد أنا سعيد جدا أن حضرتك فتحت موضوع الشمول المالي وربطته زي ما أنا ربطته في المقدمة بالتحول الرقمي في أي دولة متخدرة الشمول المالي النهاردة مفهوم البسيط أن أنا في جيبي كارت 8 أنا بتعامل به بدفع فواتيري بسحب مسحوباتي بضيف كمان ممكن أضيف من خلال مكنة الـ ATM اللي أنا عايزه المشكلة أننا بالنادي بالشمول المالي ده بأن الوقت من يوم المؤتمر سنتين ست رئيس اتكلم عنه وقال أن أي حد فرع البنوك المصرية ويفتح حسابه اللي حصل من أصدقاء وناس بعرفهم اللي هم أصحاب المهن الحرة اللي هي ما هماش موظفين حكومة لما بيروحوا البنوك بيرفضوا يفتحوا لهم الحسابات بيقولوا هاتلي جواب عمل وهاتلي ضمان لإرادك وهاتلي ما عرفش كشف يوضح إيه وبعدين إحنا إزاي بنعمل كده وإزاي إحنا عايزين نستقطب اقتصاديات تحت السلم الاقتصاد الموازي الناس اللي هي اقتصادها قد الاقتصاد الرسمي صح ما هي النقطة إزاي أنا أجذبهم وإنا برفضهم مش بالحق ويفتح حساب ولا يطلع كارت إحنا بنقول النهاردة تعديل القوانين النقطة اللي فاتت اللي تتكلمنا فيها البنك المركزي شغال تبقى للقوانين قديمة في حاجات لازم تتعدل دي نقطة أنا شخصيا لأنه يلمس البنوك كتيرة بقى فيه تحسن كتير جدا في الخدمات لكنه عندنا تحدي كبير لسه جاي إحنا لما بنقول 80% من الناس ما عندهاش حسابات بنكية لازم أشجعه على حساب بنكي طيب هم عملوا إيه مبدئيا النهاردة راح التحدي البنوك راح مطلع إيه في مصر طلع كارت اسمه ميزة كارت مدفوع مقدما تستخدمه كدبة أو كريدت كارت تدفع به جميع خدماتك أصدره حتى الآن ما يقرب من مليون وسبعمائة ألف للناس الفئة من العمال اللي يبقى معاه كارت يدفع به بضمان إيه بقى ما فيش بضمان بيعبيه بيروح أي مكان يعبيه فلوس من البنك بيطلعه من البنك بس ملوش حساب بس بلا حساب بلا حساب طب هو بيدفع به يعني بيدفع من أي رصيد لا ما هو بيعبيه بفلوس بيعبيه بفلوس بيغزيه بفلوس يعني بيطلعه الكارت وبيفتحه له حساب هو مش مرتبط بحساب لأنه ما عندهش حساب لسي أو هو وعاء خاص وعاء خاص كده زي البوستة زمين زي البوستة زمين حاجة خاصة كده وده مرحلة كويسة مبدئية طبعا يعني مبدئية دي أول نقطة النقطة الثانية زي ما حك قلت أنت النهاردة عندك من 70-80% من اقتصادك اقتصاد موازي الاقتصاد الموازي ده في مصر مليارات فلوسهم كلها كيش طيب أنا عايز أعمل إيه أجذبه وأنا قلت أكتر من مرة قدام جهات حكومية أنا لازم أديله حوافز خمس سنين عشر سنين إعفاء من الضرائب أديله حوافز لو حط فلوسه في البنك يمكن يعني أديله فايدة عالية مبدئيا مرحليا أقدر أديله نوع من الحوافز لو خط كرود أديله بنسبة ربح قليلة عشان يدخل فلوسه وتدخل في عجلة الاقتصاد الرسمي وبرضو أحاول أحط بعض القوانين برضو اللي تجبره ومش بس تجذبه يعني لابد أن يكون فيه تعامل بينه وبين البنوك وبين الدولة ما ينفعش أن حد يعني كنا لسه بنتكلم بدون ذكر أسماء عن سلسلة لمتاجر كبيرة جدا في مصر شهيرة لا تتعامل مع البنوك المصرية ما بتعاملش مع أي بنك هو إلا نقصده ده بيلم الفلوس بالنيل وتختفي إحنا الحق يقال إحنا فيه تطور لكن مش ماشي بالسرعة اللي إحنا نتمناها لكن إلا نقصده كان حدثك لما قلت لي أنتوا بدأتوا التجربة في بورسعيد أول سؤال بدر دهني وسألتك إيه قبل ما نطلع على الهواء سألت حقيقة قلت لك طب والاقتصاد الموازي في بورسعيد ومعروف أنه من زمان موجود كل التجار اللي على قدهم بتوع السوق العربي والمناطق الشعبية هناك وكده مش أصحاب التوكيلات طب دور بتكتسبهم إزاي أصل هو النهاردة اللي نقصده إحنا النهاردة كنا بقالنا مثلا 30-40 سنة مغميين عينينا عن السوق الموازي عن حاجات كتيرة فمش هقدر أنا أطالب الكهيدة السياسية حاليا سنتين ثلاثة تعمل كل حاجة لكن إحنا ماشيين بقفزات سريعة تبقى نحاول حاجة بدليل أن إحنا بنقفز ليه إحنا كنا كمصر 2014 كنا في مؤشرات التنفسية العالمية منتدى الاقتصاد العالمي ديفوس ديفوس كنا رقم الدولة رقم 119 في العالم تتخيل أنت مصر بتاريخ العريق كان الدولة رقم 119 إحنا السنة اللي فاتت قفزنا إلى الدولة رقم 79 منتظر سنة 2030 هنبقى تقريبا دولة 19 إحنا عشان كده عايزين وجه الحياة في مصر يواكب التقدم ده والشخصية المصرية نفسها تتطور بقى كمان تواكب التطور ده وتدرك حصل تطور فعلا بس إحنا بنقول إحنا أحد مشاكلنا برضو إن العمالة المصرية بشكل عام وخاصة الموظف في الحكومة بيقعد 30-40 سنة في الحكومة بيخدش دورة واحدة طب أنت النهاردة إذا مدربتوش أنت كحكومة هو حتطور نفسه من إيه دكتور من وقع خبرة حضرتك الحياة العظيبة يعني في بلدان العالم يعني نادرون حول العالم عملية الشمول المالي قيل أنها حتعود بالنفع على الاقتصاد وعلى الموازنة العامة للدولة كيف وعلى البنوك طبعاً الجهاز المصرفي هل مجرد أنه يبقى التعامل كله عن طريق الكروت وبتبقى الأموال نفسها مش في إيد المواطن إنما في حوزة البنوك بتحت رقابة البنك المركزي ده حيعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة أو على اقتصاديات الدولة عموماً طبعاً ليه هقول لحرك حاجة العالم النهاردة داخل إلى حاجة اسمها كاشلس ما فيش نقود نقدية ورقية أه بره خلاص خلاص ده العالم كله النقطة الثانية إن النهاردة البنوك المركزية في العالم كله مهددة بالانقراض وده كلمة صعبة اللي أنا بقولها ليه أنا ليه بقول كده الده حال النهاردة الكريبتو كارنسي العملات المشفرة في العالم بقيت تتعامل بالمليارات وفي إتجاه في العالم يقولك أنا ليه أتعامل مع البنك وياخد مني نسبة وياخد مني مع كل تحويل مبلغ ما أنا بتعامل بأي عملة مشفرة في العالم من غير مدفع أي مصاريف لا ما عليش أفهم عملة مشفرة بمعنى العملة اللي هي بتاعت الإنزالات زي البيتكوين وغيرها زي البيتكوين هل تجربة البيتكوين نجحت هي أنا أقول لحك حاجة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي قالت منذ عدة سنوات إحنا تأخرنا كثيرا ويجب اللحاق بهذه العملات المشفرة أنا بقول هنا إيه يا أستاذ عمر أنا بقول فيه تجارف في العالم نجحت يكفي أنا هديك مثال غريب قوي ناكوتو الساكموشي دوت اللي اخترع البيتكوين ده ده فيه رأيين في العالم فيه ناس بتقول لك ده مجرم حرب لم مليارات والناس مش عارفة الفلوس دي فيه ما هو بالضبط بمسا حركة التجربة ما أنا حول حركة حكلمك لسه تاني فيه ناس بتقول أول ما عمل كان البيتكوين بـ 30 سنت من سنتين تلاتة وصل 20 ألف دولار نزل دلوقتي إلى 10-11 اكتذب مين في البداية خالص غسيل الأموال تجار مخدر اللي هو عايز عنده فلوس مستخبية عايز يدخلها ويبيع ويشتري بها من خارج نطاق الحكومة دي أول ناطق وهو كانت فلسفته في إيه؟ إن أنا عامل نظام بنكي خارج سيطارة البنوك المركزية تمرض على البنوك المركزية وخارج سلة العملات؟ طبعاً تماماً ونجح لأن فيه دول زي ألمانيا ودول تانية كتيرة اعترفت بالعملات ديت وحطت لها ATM ماشينز في المولات عندها وفي الشوارع وشركات عالمية بقى تخليك تشتري بالدولار أو تشتري بالعملات ديت بالبيتكوين والمشابهة مرجعيتها أو سيطارة عليها منين؟ مفيش سيطارة مفيش منوك مركزية بتسيطر عليها؟ النقطة التانية بقى وجهة النظر التانية فيه ناس في العالم بتقولك هذا الرجل يستحق ياخد جهازة نوبل ده بيغير وجه العالم؟ ما أنا حقولك إزاي؟ ناس تقول مجرم وناس نوبل بقول ده اخترع تكنولوجيا جديدة اسمها بلوك تشين البلوك تشين دي تكنولوجيا هتغير شكل العالم هتخلي لا مركزي إحنا بقلنا في الحقابات الأخيرة دي كلها بنقول مركزية القرار كمبيوتر مركزي لا هنا بيخلي إيه؟ هو عنده مثلا حاليا دلوقتي حوالي 19 مليون بيتكوين في العالم كلهم لا مركزي كل واحد بيتعامل مع التاني أنا عندي شوية عايزة أبيعهم الأستاذ عمر أبيعهم لك أنا وإنت بس إيه؟ اللي نعرف العالم كلها ما عرفتش طبعا هنا إحنا للأسف وقتنا خلص بسرعة هيكون هنا لقاءة تانية نتكلم مزيدا ومزيدا في اقتصاديات العالمية بقى كمان ده موضوع آخر هيحتاج حلقة تانية إن شاء الله أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الوهاب جونيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مجلس الوحدة الاقتصادية بجمعة الدول العربية ونتمنى أيضا يبقى في تعاون اقتصادي من خلال اقتصاد الرقمي لما يعمن بين كل الدول العربية يعني ده الغرض الأساسي منه وبالتالي الدول الإفريقية أيضا أنا شكرك وقتنا خلص لا نهاردة إحنا بنتمنى إن شاء الله قصة نجاح كبيرة جدا للتحول الرقمي في مصر إن شاء الله بشكر حياتك بشكر كل المشاهدين على حسن المتبعة فصل قصيري وتلتقون بزميل عزيزة شيرين الشايب وضفها الكاتب الصحفي أستاذ سامح عبدالله مدير تحرير الأحرام شكرا إلى اللقاء موسيقى موسيقى الانجازات اللي احنا شايفينها على أرض الواقع الحقيقة انجازات مشرفة جدا إلى التوازن الحقيقة قيادة السياسية شايفين توازن في كل العلاقات الدولية وتواجد في أكبر القمم في العالم سواء في اليابان في فرنسا في غيره في كل الأماكن الحقيقة أنا هبدأ مع حضرتكم فقرتي تانية نهاردة من هنا مسبيرو وعايزين نقدم قراءة في المشهد السياسي العالمي طبعا احنا عارفين انه العالم كله يعني زي ما بيقولوا كده التعبير المتعارف عليه انه قرية صغيرة بالفعل احنا مش بنعيش في عالم لوحدنا ولكن ما يحدث في العالم كله من صراعات من تحالفات من مصالح بيؤثر علينا طبعا في مصر وبيؤثر على العالم كله احنا نهاردة هنتكلم عن اكتر من قراءة في المشهد السياسي العالمي هنتكلم عن التحالف الامريكي البريطاني لحماية مضيق هرمز هنتكلم عن أسراع ما بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران الذي لا ينتهي واللي بيتقلب الحياة تقلبات كثيرة جدا وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة اسمحوا لي ان انا راح بضيفي اللي مشارفنا من نهاردة النهاردة الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام ومدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة الكاتب الصحفي أستاذ سامح عبدالله مسائل خير يا فندم مسائل نور على مسائل مشرفنا يا فندم نهاردة مشرفني يكون معاكم وسعادة أبو جود حراتك وتشريفة كدينة وزي ما قلت كده العالم قرية صغيرة بنتكلم معنا التحالفات وعايزين نبدأ من قراءة في المشهد السياسي العالمي وبالتحديد التحالف الامريكي البريطاني مؤخرا لحماية مضيق هرمز من التهديدات الإيرانية طبعا احنا العالم قرية صغيرة بس اللي بيحصل في الخليج ده في الحتة بتاعتنا من القرية الصغيرة كبان فده مسألة تمسونا بشكل كبير ومباشر وأمن الخليج من أمن مصر أحسنت لأنه مرتبط بأمن الخليج وأمن الخليج جزء من أمن مصر زي ما الرئيس قال مرات عديدة وده مش كلام احنا بنقوله كده يعني من الاستهلاك المحلي أو الدولي لا الرئيس يعلم تماما أهمية هذه المنطقة للأمن قول مصر ويكفي فيه إلى جانب طبعا علاقات الأخوة والصداقة والتزامات مصر كدولة كبرى أو أكبر دولة عربية احنا عندنا مصريين شغالين في الخليج وأي مشاكل تحصل هناك ستؤثر على هذا التواجد اللي حيبتالي حيأثر على عائدات المصريين من العملة الصعبة وممكن تؤدي لأنهم يرجعوا عشان ده غير طبعا كمان العلاقات الوثيقة اللي بتربطنا بكيزي دول وقفها مع مصر بزد في 30 يونيو يعني أحسنتي ده اللي أقصده يعني فيه شق مصر ملتزمة في كل الأحوال صحيح وإحنا لما التزمنا ومازلنا ملتزمين بالقضية الفلسطينية مفيش حاجة أكتر من مسئولية عن قضية عربية كبرى إنما أنا كمان بتكلم في القضية دي هناك أبعاد أخرى تتجاوز المسئولية المصرية وكده من ضمها حاجات تمس مصريين عايشين هناك فبالتالي من هنا الوضع يعني له يعني يحظى باهتمام خاص إيه اللي بيحصل بقى هناك وأمريكا وإيران أنا عايز بس نتنبه لأن الأمريكان دلوقتي غير الأمريكان من 10 سنين أو من 15 سنة لما كانوا بيعملوا تحالفات حقيقية وبيدخلوا في معارك حقيقية وبيحققوا إنجازات حقيقية على الأرض سواء كنا نتفق أو نختلف مع هذه الإنجازات نحن أمام أمريكا جديدة برئيس جديد وإدارة جديدة وتصرفات جديدة أهم ما يمكن أن نلحظه إنهم ما بيحلوش مشكلة هو بيوتر دايما وإنما ما فيش حل المشكلة وده جزء من الاستراتيجية الأمريكية الكبرى للسيطرة على العالم وده مش جملة يعني أنا بقولها كده بحذر ده هو كتبينها هما كتبينها في كتب مهمة من زمان يعني فكرة السيطرة على العالم دي خلق مناطق للتوتر أحد الأدوات خلق مناطق للتوتر وعدم حل المشكلة لأن حالة التوتر دي بتدي فرصة للأمريكان أو للعاوز يعني أنه يقف مع الشخص ده الفئة دي شوية والفئة التانية شوية والناس تطلب حمايته وتطلب دعمه فأنا دلوقتي بتدخل وبسيطر من غير ما حطت قوات على الأرض لمجرد أن أنا خلقتي توترات ما بين الجيران سواء كانوا جوة نفس الدولة أو بين دول متجاورة وبيحصل ده في إيران مع الخليج وبيحصل مع الصين مع دول جنوب شرق أسيا الفلبين وتايلاند والفلبين وكوريا واليابان وبيحصل في أوروبا أوكرانيا وروسيا يعني فكرة أنه تخلق لبؤر التوتر وتخليها تنمو وما تحلهاش ده نهج أمريكي كان مستمرا من فترة سابقة عشان برضو ما نلقيش باللوم على الإضارة الحالية ولكنه واضح بشكل كبير جدا في الفترة الحالية ويضاف إلى ذلك بقى النهج رجال الأعمال طبعا نهج رجال الأعمال حارتك بتقصد به الرئيس الحالي لأنه دي شخصيته لما هم بيقولوا عليه أنه هو هيزا بيزنسمان أو هو رجل أعمال بس قبل ما ندخل في النقطة دي كان دايما من المقبلات المعروفة جدا أن الإدارة الأمريكية أو السياسة الأمريكية ثابتة بتغير الرؤساء وأنه هناك سيناريوهات ثابتة ومحددة وده مش سر ده يعلمه الجميع حارتك بتقولي أنه هذا يعني هذه السيناريوهات تغيرت أو هذه السياسة تغيرت أنه بتغير الإدارة الجديدة اللي عايز أقوله هو الآتي في فترة من الفترات مثلا أمريكا رحت أفغانستان وحطت قوات على الأرض ودخلت في معالك وبعدين رحت العراق بعتت نصف مليون جندي ودخلت العراق وحتلت العراق هذا الهدف كان وضع يدها على مناطق معينة ذاتها أهمية استراتيجية أي أن كانت السبب جغرافيا بيترول خلافه النهج مازال مستمرا اللي هو وضع اليد في الأماكن المهمة والسيطرة على الأماكن المهمة ولكن طرق تنفيذ ده تغيرت شوية أصبح منها دلوقتي استخدام اللي هو جيل الرابع وجيل الحاجات اللي إحنا إقامة صورات تفتيت المعرفش إيه تقسيم الدول إليه وسائل التواصل الاجتماعي واستخداماتها بقى اللي بقت واضحة للجامعة فإذا إذا كنا إحنا متوقعين مثلا أو متخيلين إن الإدارة الأمريكية مع البريطانيين وهم بالمناسبة اتنين أصحاب قوي يعني أمريكا ملهاش إلى بريطانيا وبريطانيا ملهاش إلى أمريكا عند الجد أمريكا مصاحبة كل الناس بين قوسين يعني أو يعني إنما ساعة الجد ملهاش إلى بريطانيا ودي أسباب تاريخية وأسباب جغرافية وقصة طويلة مش هندخل فيها بس الحليف الرئيسي لأمريكا هي بريطانيا في أوروبا طب بما إنهم طبعا وحالتك بتقول ده تاريخ إنهم فعلا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية هي بريطانيا لماذا ترددت بريطانيا في الدخول في هذا التحالف هذه المرة لحماية مضيق هرمس والعمل قوة أمن بحرقية أحسنتي هو الوضع أصله مش باين يعني زمان زمان كان بيبقى فيه رؤية واضحة إحنا رايحين عشان نعمل كذا وننفس كذا وبالتالي فيه رؤية وحاجة إنما أنا فيه تقدير إن البريطانيين مش عارفين بالضبط الأمريكان عايزين إيه فهم حلفائهم وعايزين يساعدوهم بس هو بيقدم رجل يؤخر رجل أو مثلا بيعمل حاجات ظاهرية كده عشان حتى لا يبدو متقاعسا أو يعني أو غير مساند بس في حقيقة الأمر الأمريكان مش رايحين عشان يحربوا وأعلنوها من قبل عشرين مرة وأكدوا فيها هو رايح عشان يثير توترات ويبيع أسلحة في المنطقة ويخوف إيران وفي نفس الوقت يخوف دول الخليج والدول يعني دي رؤية دي رؤية أدق من إنه رايح عشان يحارب إيران أو عشان يضغط على إيران لأ وإذا كان بيضغط على إيران فهو مش بيضغط عشان دول الخليج هو بيضغط علشان علاقات مع الصين وعلاقات مع روسيا طب عايزين برضو هنا أنا الحقيقة في أكتر من سؤال بيحضرني الأول عايزة أتكلم عن رئيس الوزراء البريطاني وطبعا هو شخصية مثيرة للجدل ظهر مؤخرا ويمكن التشابه ما بينه ما بين ترامب الرئيس الأمريكي في سمات شخصية وشكلية حتى وغيره يعني أثار كتير من التعليقات ولكن رئيس الوزراء البريطانيا اليوم فقط غلبيته البرلمانية طبعا نتيجة أنه حاول تعليق البرلمان عشان يعني يسرع بالخروج بريطانيا منتحد الأوروبي حالتك شايف أنه ده جزء من أنه ممكن يكون تأخرت بريطانيا في هذا التحالف ولا ده ملوش علاقة بالموضوع يعني الموقف البريطاني أنا بقراءة في الموضوع داخلي يعني أنا في تقديرين ده مرتبط بأنه طلب وقف يعني تعليق عمل أو تأخير بداية البرلمان تعليق لعدة أسابيع لأن مثل هذه الأمور في الدول العريقة يعني في اللي ليها يعني بيسموها يعني بريطانيا دولة بريطانيا ما عندهاش دستور بس عندها يعني عرف 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 سياسي وعرف اجتماعي في حاجات لا يجوز أنك أنت تتخطاها ولا يجوز أن أنت تفعلها أعتقد أن دي سابقها الأول مرة ويقوموا بتأجيل عمل البرلمان بسداد في بريطانيا وما بيعتبر نفسهم من أعطاقة الديمقراطيات في العالم يعني أنا حيما معرفش إذا كان فيه سوابق قلل لأ في هذه المسألة بس على ألف الفترة اللي إحنا تبعناها في السياسي يعني التلاثين سنة اللي فاتت ما أعتقدش أنها حصلت قبل كده فأنا بعتخيل أن يعني إجراء بهذا الشكل في دولة زي بريطانيا ممكن يعني يثير قدر من الغضب أو عدم الرضا اللي ممكن يؤدي للي حصل النهار بها إنما ما لهاش علاقة بالتحالف الأمريكي ما لهاش علاقة بالتحالف الأمريكي لكن حالتك شايف أن الأوضاع في بريطانيا بما أننا فيه قراءة في المشهد العالمي الأوضاع في بريطانيا في الفترة القدم قد تتوتر بسبب يعني ما حدث اليوم من أنه فقط غالبياته البريطانية عفوا غالبياته البريطانية أولا حالتك شايف أن الأمور هتمشي إزاي والله يعني بصي برضو الدول اللي بهذا الشكل عندها حل لكل مشكلة يعني نمط معروف فإذا حصلت مشكلة حيرجعوا للناخب ويشوفوا ومن يحصل على الأغلبية حيحكم هو بالمناسبة قبل ما يعني إمبارح أو أول إمبارح تكلم عن إنه والله لو ما نجحش في إنه يعبر بريطانيا في مأزق البريكز قبل واحدة أكتوبر فممكن يدعو الانتخابات وتيجي حكومة جديدة أو كده المشكلة اللي أنا شايفة مع بريطانيا مش مرتبطة بس دي المشكلة هي علاقتها بالاتحاد الأوروبي وعلاقتها بالعالم بعد كده يعني يعني أولا النسبة اللي قبلت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مش نسبة كبيرة ده كسر كسور يعني يعني واحد في المية أو أقل أو حاجة بهذا الشكل فيعني إذا كنا بنقول أيوة دي قاعدة ديمقراطية الأغلبية بتحكم مرعينه على رأسي بس أصد أقول لما بتبقى الأغلبية مثلا خمسة وستين خمسة وثلاثين أو سبعين أغلبية كبيرة يعني 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 بيبقى فيه بيبقى فيه اتمئنان أكتر وفيه ارتياح أكتر لما بيبقى واحد في المية واثنين في المية في قرار مصيري كبير بهذا الشكل فيبقى يبقى المجتمع منقسم فده رقم واحد رقم اتنين بريطانيا التي كانت جزء من كيان اقتصادي كبير بكل ما هذا يعني من رؤوس أموال ومن تصدير دون قيود لأوروبا وحدود مفتوحة وحدود مفتوحة والبريطانيين يروحوا يشتغلوا في أوروبا والأوروبيين يجيوا يشتغلوا في بريطانيا يعني التاسهيلات التي كانت موجودة كل دي أصبحت محل شك دلوقتي وبعدين خلي بالك يعني في بعض البريطانيين متخيلين مثلا أن ممكن الاتفاعة مع الاتحاد الأوروبي يحافظ ليهم على بعض المكاسب التي كانت متحققة داخل الاتحاد يعني مثلا مثلا تجارة حرة طيب ما الأوروبيين من النحاء التانية عندهم مخاوف أنك إذا سمحت لدولة بأنها تخرج وتديها مكاسب فأنت في نفس الوقت بتشجع دول أخرى على أنها تخرج وتأخذ نفس المكاسب فهي الدولة لما بتخرج ما بقماش عليها التزامات تجاه للتحاد الأوروبي ما بتدفعش مثلا فلوس في الميزانية وغير متزمة بالقواعد وفي نفس الوقت بتستفيد يعني الحاجات الوحشة بتتنزل عنها والحاجات الحلوة بتستفيد منها فبالتالي عند الأوروبيين مخاوف من أنهم إذا وفقوا لبريطانيا على تحقيق مكاسب ينفرد العقد كله فالقصة مش بالسهولة ديت واللي عاوز يخرج من غير اتفاق يعني ده يعني حررتك عايش سيقول لي إن ما سيحدث من خلوب بريطانيا من التحاد الأوروبي لفترة قادمة اللي هو البريكزيت هيكون ليه تأثير كبير جدا على دول الأوروبة أو التحاد الأوروبي وبالتالي على العالم كل وعلى إنجلترا بدرجة أقول بالتأكيد على بريطانيا عايزة أقول بس على بريطانيا وإحنا كنا بنقول أعتقد ديمقراطيات ولكن عايزة أقول إنه برضو هناك دايما نقدر نقول سياسة المعايير المزدواجة لأنه أنا دايما بذكر جملة جيمس كاميرون الشهيرة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا فلا تحدثني عن حقوق الإنسان فعايزة أقول إنه الديمقراطية يستخدموها أحيانا وأحيانا يا هانم المعايير المزدواجة هي أحد المحاور الأساسية لممارسة السياسة في الداخل وفي الخارج فأي ما كان في العالم ما فيش حاجة يسمعها إنه إحنا إنه إحنا يعني عادلين أو بنحكم على الأمور بمعايير الناس بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا والصير وأي حاجة كل ما هو في صالحي أنا معاه كل ما هو يضر بي أنا ضده فممكن أنا أساند حاجة لأنها في صالحي وعرضها نفس الحاجة في منطقة أخرى أو في مكان آخر لأنها تتعرض مع مصالحي يعني إحنا إحنا بنسمع كلام كتير عن يعني وحقوق الإنسان أنا بس حبيت أذكر دي وإحنا بنتكلم أمريطانيا إنهما بتشدقوا كثيرا بحقوق الإنسان وهم أو نفس حينما يتعلق الأمر بهم هما فقالك لا تحدثني عن حقوق الإنسان معروف عمله إيه في المسلمين اللي عايشين في بريطانيا في فترة من الفترات عشان يعني كانوا بيروحوا للدكاتة اللي هم بيتعالجوا عندهم ولولهم بدون الريبورت بتاعنا ولو حاسين إنه عنده حالة صحية ممكن تخليه بأنتحاري ولا بتاعه لنا أيوة في قصص جتير معشورة عن المسألة ديت بس دا كان من سنين يعني في الفترة اللي كان فيها القعدة ومش القعدة وتفجيرات ومش تفجيرات و11 سبتمبر الحاجات ديت يعني طيب ننتقل لمشهد آخر مهم وهو مشهد الانتخابات الإسرائيلية الانتخابات الإسرائيلية على وشك قادمة قريبا إن شاء الله كيف تقرأ حدرتك هذا المشهد وتتوقع طبعا كل شيء يعني متوقف الانتخابات لك حالة متوقع أنها تقول لإيه يعني هو في كل الأحوال إسرائيل مفيش حزب واحد بيحكمها يعني إسرائيل فيها يعني لازم يبقى فيه خمس أحزاب ست أحزاب أربع أحزاب حسب يعني النتائج اللي بتحصل فأنا بتخيل تكتل مرة تانية وهذا التكتل غالبا حيكون برضو مع بن يميل نتنياه يعني أنا بتخيل أنه هو صاحب الفرصة الأكبر حتى الآن حالتك ترى أن شعبيته ما زالت موجودة في داخل إسرائيل أظن أنها موجودة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يعني ده الوصف القرآني لليهود سبحان الله فأنت تظن أن هم يعني موحدين على رؤية معينة وإنما في حقيقة الأمر هم مختلفين في حاجات كتير جدا ومن أقصر يمين لأقصر يسار وناس أكثر تطرفا من المتطرفين اللي عندنا في الإسلام وناس أكثر انفتاحا من أكثر المنفتحين فهم يعني المشهد الواسع عندهم قوي يعني بالاختلافات كبيرة وبالتالي لا وفي عنصرية داخلية كثيرة وإحنا عارفين بقى في مشاكل جوة المجتمع الإسرائيلي تمام وفلاشة وغيرهم واليهود اللي من أصل عربي برضو ومن أصل شرقي عموما أصل شرقي نعم فأنا متخيل أن هو يعني إسرائيلي يعني الأمر بيتكرر أكثر من مرة ما فيش قوة واحدة قادرة على أنها يعني تحصد 50% زائد واحد أو أكثر من الشعب يعني أو من من لهم حق التصويت فبالتالي لازم حيحصل هذا الائتلاف وللأسف الائتلافات في أي مكان في العالم وخاصة في إسرائيل بيسمح لناس قوتهم على الأرض أو على السياق يعني على الساحة السياسية محدودة 2% أو 3% ياخدوا قرارات كبيرة جدا تؤثر على الدولة بحالها لمجرد أن هما الحزب الرئيسي محتاج للـ 2-3% دول عشان يحقق الأغلبية في البرلمان فبيديهم تنازلات تفوق بمراحل وزنهم إن هما 2 أو 3% لأنه مصالح تتصالح طبعا في الآخر يعني هو ممكن نسلح مثلا لطيار ديني متشدد له أعضاء وهو محتاج للـ 5 نواب دول أو 3 نواب دول أو 4 نواب دول عشان يحقق 51 مقعد 50% زائد 1% من المقاعد يعني فبالتالي الحزب ده عارف إنه محتاجه فيطلب حاجات يعني لا تتناسب مع حجمه ويقبل رئيس الحكوم يعني من ضمنها مثلا الأحزاب الدنيا بتطالب إن اللي بيزاكر في التوراة يعني الدارسين للدين وحاجات دا ما يدخلوش الجيش فدي مسألة إذن عندهم مسائل داخلية برضو متعلقة بهم يعني معقدة إنجاز دينا تعبير أو أخذ وزارة فلوسها كتير عشان أنا كحزبة استفيد يعني مش عافل إسكيار ثم فعلا ليسوا على قلب رجلين واحدين أو أخذ وزارة التعليم ليه عشان أحط المنهج اللي أنا فيها الأفكار يعني بيباليها حزبة معينة طيب نعود برضو مرة أخرى للحديث عن إيران وطبعا نحن نشايفين التوترات اللي تحدث طول الوقت وإيران زي بيقولوا عليها كده إيه نقدر وشريك المخالف أو يعني من الولايات المتحدة الأمريكية يتصلحوا أحيانا ويعني يتوتروا كثيرا وأنا أحيانا بيكون عند بعض المحللين السياسيين السامح إنه هذا الصراع الأمريكي الإيراني ليس حقيقيا كما يبدو صحيح؟ هذه الفكرة فعلا لا لا هو أقول حاجة هو ليس له أساس يعني إيه يعني فيه 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 صراعات يعني بيبقى واضح مناطق الصراع أو 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 لماذا يتصارعان في حاجة بيتصارعوا عليها الدولتين دول إحنا مش عايفين هما بيتصارعوا عليها آآ يعني فيش أساس حقيقي للصراع يعني فيش أساس عقائدي أساس فدود ولا اقتصادي ولا ما فيش كوشكيلة رئيسية أو جوهرية صحيح هو ممكن يبقى فيه حاجة بس يعني هي أمريكا لا تحب أن تكون إيران دولتين الفكرة الأساسية في السياسة الأمريكية هو حصار روسيا والصين وعندنا شايفين الخناءات اللي هنا والخناءات اللي هنا فكل ما من شأنه أن يفك هذا الحصار عن روسيا والصين بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى أمريكا بتحربه فأنا بتخيل أن جزء كبير من التوجه ضد إيران هو مرتبط بمصالة بمحاولة تحجيم إيران وأبعاد إيران عن روسيا والصين بأي شكل ممكن دي من وجهة نظر إنما لا لها علاقة بالخليج ولا لها علاقة بأيات الله ولا لها علاقة بمعرفش بالنمية هل لها علاقة برضو بأن إيران لها أذرع كثيرة في الدول العربية نحن عارفين الهلال الشيعي موجود في يعني ما لن تهدد هذه الأذرع إسرائيل ولا أظنها كذلك عشان بس نبقى أطحين ما عندناش مشكلة كأمريكان يعني أعملوا اللي أنتوا عايزين بالعكس أمريكا سلمت العراق لإيران على طبق وشيت طيب الواقع اللي حدثت واللي بسببها بيحاولوا يعملوا التحالف الأمريكي البريطاني أو بدأوا يعني يعملوا في مضيق هرمز هو أنه عارفين تحرشت إيران إنجاز لنا التعبير يعني سياسيا بناقلة بريطانية أو بترفع عالم بريطانيا ناقلة تجارية بريطانية وقالوا أن هم خرقوا بعض القواعد هل إيران بتحاول هي تجر لعمل أزمة في مضيق هرمز أو الحرب مثلا في منطقة الخليج هي عايزة تعمل إيه بزبط؟ لا الاتنين أزكية جدا بالمناسبة أنا زورت إيران ثلاث مرات وقابلت ناس مهمين هناك على مظهر يعني حياتي الصحفية وبدأت من إيه من سنة تسعة وتسعين مثلا أو سبعة وتسعين يعني من زمان قوي فأنا أعتقد أن أنا فاهم المكتب دول أزكية جدا وعندهم كوادر خطيرة في السياسة وفي التخطيط وفي كده هم فاهمين اللعبة إيه ماينفعش يبقى في حرب لأن في قواعد أمريكية جنبينا في قطر وفي السعودية وفي مشافين وفي البحرين فأنت يعني بتهد هتعمل حرب هترب لك القواعد ديات وعيب فيها إلحاق ضرر وأنت عندك انتخابات السنة الجاية في حزبة يعني فلا ده عايز يدخل حرب ولا ده عايز يدخل حرب بس في حقيقة الأمر إيران عايز إيه؟ إيران النظام اللي مقدم نفسه على إنه نظام قوي ونظام إسلامي والموته لأمريكا والموته لإسرائيل يعني ما ينفعش يتهز تتهز صورته قدام المجتمع هناك وإلا حينهار هو مقدم نفسه على إنه نظام قوي قوي فهو حيدخل في مفاوضات مع أمريكا شئنا أم أبئينا شاء أم أبئة وأمريكا عايزة تدخل في مفاوضات بس هاي القوة دي يعني إنجاز لها برضو تعبير إن هي جزء كبير منها استعراضي أو وهمي أكتر منه حقيقي لمين؟ لإيران أيوة ما هو وهمي يعني ما هيش الدولة العظمة الصبر يعني آه بس هي قادرة على أن تلحق أضرارا بقوات أمريكية متواجدة في المنطقة قواعد في قطر قواعد في دول تانية ففي حسبة في حسبة أمريكية يعني لو ما فيش قوات أمريكية موجودة هنا بعيدة خالص كانت أمريكا خادت راحيتها بشكل أكبر مثلا فإذن وبعدين هو يعلم إن أمريكا لا تريد أن تدخل في حرب لأن الحرب دي مش هتوصل لحاجة وهو يدرك إن فيه انتخابات وأن ترامب عاوز يبقى صورته حلوة مش هفين فما ينفعش إن يتهزم ولا ما ينفعش إنه يعمل معركة من غير ما تحقق عائد ولا ناس تموت ولا حاجات بهذا الشكل فالتنين يعني هو مش عاوز ما يدرك المصالح والانتخابية القريبة كمان هو ترامب قال قالوها الاتنين قاعدوا يكرروها خمس ست أيام وراء بعض دي يقول لن نكون الباديئين بالحرب ولكننا سنرد إذا ما تم استهدف والتاني يقول ونحن أيضا لنكون الباديئين بالحرب ولكننا سنحافظ عن مصالحنا إذا متعرضت لمش عارفين فهم فاهمين الاتنين اللي بيحصل دولاتي إيه باقي هو دي هو دي بنلعب الجيم أو المتش أو بنسخن قبل ما نقعد على الترابيزة فما ينفعش نقعد على الترابيزة وواحد فينا مهزوم قدام شعبه أو قدام العالم أو 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 خسر من أوراقه فدولاتي إيران لما ضربت طيارة أمريكية واحتجزت البتاعدي لا ده إحنا جمدين يا جماعة هو يبقى أنا مش رايح أقعد معاه لإن أنا لإن أنا انكسرت لما عمل علي الإجراء لا ده إحنا ضربنا وعملنا وإحنا رايحين بقى رأسنا برأسه طبعا لا رأسك برأسه ولا رأسه برأسك ولا أي حاجة إنت ما تقوده هتكلمه في مصالح والأمور هتمشي بشكل بشكل معين يعني فهو دي إعداد إعداد الساحة داخليا جوه إيران وخارجيا قدام العالم للنظام الإيراني وهكذا الأمر بالنسبة لأمريكا كمان من ناحية تانية وبس إنما في الآخر خلص هيقوده وحيتفقه طيب سريعا لأنه قدامنا دي أحد حارتك كلمة أخيرة شايف المشهد السياسي في الفترة القادمة هيقول إلى إيه مشهد السياسي العالمي يعني حارتك شايف أنه الفترة القادمة هل فيها توطرات ولا فيها تهدئة ولا حتى أقول إيه مزيد من التوتر وصولاً إلى صدام قوي جداً ما بين أمريكا والصين في مرحلة الماء ومستقبلاً ما عرفش إمتى بس ده حتمي حتمي ليه يا فنم حتمي؟ حتمي لأن إحنا الآن بنشهد أفول نجم قوة كبرى كانت نسيطر على العالم لمدة خمسين ستين عام لوقتي من بعد الحرب العالمية التانية هي أمريكا وسعود قوة أخرى ستسيطر على العالم إلى إلى فترة ما شاء الله الله أعلم يعني ما أصدش إلى ما شاء الله يعني فترة طويلة يعني ثلاثين أربعين سنة وهذا يدرك أن هذا قادم وهذا يدرك أنه قادم ولازم في لحظة أمريكا حتدافع عن وضعها الحالي بصدام بدأ دلوقتي تجارياً والصين ستضطر أنها تدخل هذه المعركة وأنا لا أتكلم عن معركة عسكرية أتكلم عن معركة اقتصادية اقتصادية تحينة اللي بحسن في هون كونج موجود من المواجهة اللي الأمريكا تحاول تعمله مع المسلمين في الصين جزء من هذه المواجهة فالصدام قادم ما بين الاثنين وإحنا حنبقى في النص كل دول العالم حتروح هتتأثر سلباً بهذا الصدام أتمنى على الله إن شاء الله إن إحنا لن نتأثر سلباً وإحنا الحمد لله لدينا توازن في العلاقات والحقيقة يعني سيدة رئيسة الفتاح السيسي بنشهد له حقيقة هذا لاستطبيلاً ولكنه أقام هذا التوازن الدولي العالمي في علاقات مصر لم نعود لنا قوة واحدة ولكن مصر أصبح بتوازن دولين أنا بشكر حدرتك شكراً جزيلاً كاتب الصحفي سامح عبدالله مدير تحرير الأهرام ومدير معهد الأهرام لأخليم الصحفة شكراً جزيلاً لمعنوات حدرتك القائمة شربتناً وبشكر كل لحضراتكم تحية مصر يا رب إحفاظ مصر من كل لسوق أصبحوا على الأخير